السلام عليكم وهلو هلو ازايكم يا احلى اميرات يا رب تكونوا بخير النهاردة وحشتوني بجد جدا 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 النهاردة احنا مع بعض فيديو جديد اجواء جديدة والنهاردة معينا كمان سيدة مصرية زي ما انتو طلبتو دايما النهاردة معينا افكار لذيذة قوي منها بيت كلاسيك جدا جدا بافكار وترتيبات وتنظيمات وتحضرات بجد قد ايه حلوة هتستمتعوا فيديو النهاردة من اول و الاخر و هتلاقوا في كل الافكار اللي انتو محتاجينها ان شاء الله بتمنى ان هو يعجبكم استنى لايكاتكم وتعلاقاتكم يا احلى اميرات و اكيد طبعا اشتراكك في القناة لو اول مرة تشوفيني وعجبك الفيديو ما تنسيش السابسكرايب و اكيد تكتبيلي اسمك علشان ارحب بيك ان شاء الله في الفيديو الجاي اهلا بيكو بقى النهاردة في الفيديو مع سيدة مصرية يعني هنلاقي اجواء مختلفة مش تحيز والله بس رمضان في مصر حاجة تانية زي ما بيقولوا هتلاقوا النهاردة ليها افكار كده ديكورات زي ما انتو شايفين هي اولا مكيمة في بلجيكا لكن قدرت برضو ان هي تحافظ على نفس شوية الترتيبات والتنظيمات والتحضرات و كل حاجة حلوة زي ما انتو شايفين كل كورنر احلى من تاني بشوية ديكورات و شوية اداءات قدرت ان هي تعمل جو رمضاني في البيت قد ايه مميز قوي كمان برضو قبل كل الديكورات والترتيبات والحاجات الحلوة اللي احنا شفناها دي كان عندها شوية تحضرات كمان في مطبخة حاجات هتسهل عليها وقفتها وتحضير الفطار وهتبقى سريعة وتنجز معاها نفس الوقت يبقى عندها وقت فاضي اكتر بقى منستغل للوقت وناخد حسنات اكتر فبدأت ان هي تحضر كم حاجة كده هيبقوا مساهلين عليها وكمان آآ سهل قوي ان هي تطلعهم تستخدمهم يعني تخزينهم مش هيدرها في حاجة طبعا الحاجات دي احنا ممكن كنا نعملها من فترات فاتت بس لسه معاكي وقت لو انت حابة ان انت تعملي حاجة سريعة زي دي تقدر ان انت تعملي مسلا زي السامبوسة شبتوا هي بدأت تعملها بحشوات الجبنة اي حشوة بقى انتوا حبينها وبدأت ان هي تحطها في العلبة وتفصل ما بينهم بالكيس ممكن تحطوها يعني لو بحجة واحدة تعملوها بالطريقة دي او ممكن تقسموها على حسب الاستخدام بتاعكم الكمية اللي انتوا هتطلعوها تحطوا كل كيس لوحده او كل علبة لوحدة كمان برضو بدأت ان هي تحضر العجينة بتاعت القطايف كانت برضو جميلة قوي قوي ان هي تعملها في البيت عملت العجينة خلطتها وبدأت ان هي تسويها وبعدين بدأت ان هي تعمل فيها حشوات احنا طبعا يعني اغلب الناس او في مصر عادة بنأكلها اللي هي بتكون مسكرة بنحط فيها الحشوات سواء القشطة او المهلبية او نحط فيها المكسرات او الزبيب وجوز الهند والسكر وكده ونحطها في الشربات بتاعها لكن هي بدأت كمان تعملها بحشوات تكون حوادق بالجبن وبالزاتون فكانت برضو فكرة حلوة ان هي كمان قسمتهم اطعامة مختلفة وبدأت ان هي تكتب الليبل على كل حاجة تبقى عارفة كل حاجة هي ايه الحاجة التانية شوية تحضيرات للبصل التوم بعض اللحوم والفراخ بتاعتها اللي بدأت كمان ان هي تعملها كانت برضو من الحاجات السريعة قوي الفراخ ان هي تتبّلها بكذا طريقة حاجات للشاورمة حاجات تعملها مثلا بنية حاجات ششتوق وكمان اللحمة المفرومة اللي بدأت ان هي تسويها على النار او تعصجها كده زي ما بنقول وتعملها برضو الاكياس صغيرة تبقى برضو على قد الاكلات او حشوات حاجات معينة وقادي طريقة التوم شفتوا بقى هي بدأت ان هي تقسمه ازاي زي مكعبات كده دي هتبقى سهلة عليها قوي ان هي تاخد لو مكعب واحد بس او حسب الاستخدام بدل ما تطلع الكيس كله بتطلع بس الكمية اللي هي حباها ونفس الفكرة كمان عملتها بالبصل انا عن نفسي ما بخزنش بصل يمكن التوم برضو لان بيبقى ليه مواسم بيبقى لسه اللي هو طالع كده يقوله عليه طريب وتبقى سهلة قوي ان انت تخزنيه بكل سهولة وتقشريه وتخزنيه لكن البصل هو متوفر على طول فهي بدأت ان هي تعمل البصل والتوم وقادي كمان اللحمة زي ما بقولوكم بدأت ان هي تسويها وتحطها عملت كمان منها شوية كفتة سواء الكور الصغيرة بتتعمل في دود باشا او كمان الكفتة العادية الصوابع وكمان بدأت تعمل اللحمة المستوية المعصجة لكل الحشوات والاكلات كل حاجة عندها تبقى جاهزة ودي طبعا الفراخ بكل التدبيلات وكل الحاجات اللي تبقى سهلة على طول على الاكل فاحنا ممكن حتى مش في رمضان بس ممكن طول السنة لو انت بتشتغلي ممكن ان انت في يوم الاجازة تعمل شوية تحضيرات زي دي وتشوليها في الفريزر فتبقى سهلة عليك قوي ان انت تطلعيها وقت لما يكون الوقت دايق معك زي ما قلتلكم كمان في قول الفيديو ان هو البيت بتاعها كلاسيك قوي يعني مش من البيوت او من الاساس المدرن هتلاقوا الحاجات حتى هي بتحب الستايل القديم في بعض الحاجات زي ما هنشوف كده مع بعض بس تعالوا نشوف كمان فكرة ترتبها ليه الكوفي كورنور وببعض الافكار اللذيذة قوي اللي تقدروا كمان ان انتوا تستغلوها لو عندك مجموعة من الرفوف ممكن ان انت تحط عليها بعض الحاجات اللي انت بتستخدميها في تحضير المشروبات آآ سواء زي ما بنقول دايما النجارات اللي انت بتحط فيها السكر والشاي والبن وكل المشروبات اللي بتستخدميها الموجات اللي انت بتستخدميها كمان ممكن تستخدميها في الديكور وبدأت ان هي تحط الاجهزة بتاعتها آآ سواء بقى اي جهاز موجود عندك مكانة قهوة او كتل او براد او اي جهاز بتحضري في المشروبات بتاعتك هيبقى لزيز تحطيه في المكان ده وكمان عندها الباكتس اللي بدأت تحطها في العلبة وشوية تحضيرات وشوية حاجات ديكورات كده هتلاقوا ان المكان اكتمل بكل سهولة من حاجات عندنا في المطبخ وبنستخدمها على طول بس احنا الفكرة ان احنا حطناها بشكل مختلف شوية في بعض التركات كده اللي نبرز جمال كل حاجة موجودة عندنا ونتيجة النهائية اكيد هتكون مرضية جدا 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 لكم لو فكرتم ان انتوا تعملوا حاجة زي كده شوية اداءات وشوية ديكورات مع الحاجات اللي موجودة عندنا احنا غيرنا من كل حاجة موجودة بجد بابسط التكاليف كمان برضو زي ما انتوا شايفين يارب يدود تكون الفيديو النهاردة لقيت فيه افكار حلوة ليه البيوت الكلاسيك اللي بدأت تورينا كمان يعني حتى الاطباق عندها او الحاجات اللي موجودة عندها للتقديم هتلاقوها ان هي كلها حاجات يعني ستايل مش الستايل المودرن الحاجات التريندات اللي بتبقى طلعة جديدة دايما لا هي بتحافظ على ستايل معين كده موجودة عندها فحب ان هو يكون موجود في كل حاجة في الاساس وفي الاطباق وفي الكوبايات وفي الجيكورات البيت بجد قد ايه مميز قوي وهتلاقوه ان هو مختلف عن بيوت كتيرة هي كمان حب الستايل ده فبجد كان قد ايه مختلف وكان قد ايه مميز بدأت تورينا بعض الترتيبات للتلاب او للنيش كده اللي بدأت تحط فيه الاطباق بتاعتها هو كمان الجزء اللي في النص اللي بدأت تحط فيه الحاجات الفضيات حاجات دي طبعا يعني احنا عارفين ان الفضة والدهب من الحاجات اللي محرم نحنا ناكل او نشرب فيها لكن الحاجات دي يعني زم انتوا شايفين بتبقى زي ديكورات اه طقم الفضة او طقم البرات او الكوبايات او كده بتبقى حاجات موجودة زي ديكورات وممكن تكون مطلية بس يعني في فضة مش لكن هي مش مصنوعة من فضة فضة ده هنا كمان برضو شوفوا الستايل بتاع الحيطة اللي بدأت تعمل شوية تابلوهاية شوية حاجات استايلها بجد قديم قوي اه شكلها حلو قوي مميز وبجد عطية جاو مختلف عن بيوت كتير احنا بنشوفها مع بعض اللي فيها الحاجات سايما بنقول الحاجات التريند الحاجات كل ما بيظهر جديد سيدات تروح تجيبها على طول ونلاقي جديد كل شوية كل شوية جديد لكن هي بتحافظ على الستايل القديم القديم جد حلو جدا 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 وصلنا معيها هنا لروتين ترتباتها كمان في غرفة النوم اللي بدأت ان هي تورينا كورنر كده في بعض الديكورات بتاعتها ازاي بدأت ان هي تنصق فكرة الرانر او السرو اللي بدأت تحطه كمان على الرف الاخير وتحط البسكت اللي فيه الكوشنز مع بعض الديكورات ايه الحاجات انتو شايفينها ان هي ممكن تكون موجودة في كل بيت يعني شوية شموع مع حاجات الورد الصناعي اللي احنا بيستخدمها في كل حاجة موجودة عندنا كديكور يعني بيكون مميز وبعض الحاجات الديكورات مثل الكتب بتاعت الديكور مثلا حاجات دي كلها على فكرة يعني اسعارها مش غالية احنا ممكن نجدد ونعمل بجد من ابسط حاجة ديكورات بيكون شكلها فخم قوي وقطعة تكون بسيطة جنب قطعة تانية بسيطة انت عملتي شكل يكون فخم تحضيراتها كمان ترتباتها للسرير كانت قدقي الغرفة مميزة هادية وبسيطة لكن فيها جو قدقي حلو قوي كمان يعني روتين الترتيب والتنظيم في البيت اكيد مش بيخلص لكل مكان يعني بدقة ان هي تعمل ترتبات سريعة للحاجات اللي موجودة عندها في الليفنج برة وبعدين دخلت على المطبخ اكتر حاجة تعجباني في المطبخ ان هو الشمس دخلة فيه في كل حاجة كده فيفتح النفس ان انت تقفي وتخلصي كل حاجة فيه بدقة ان هي تعمل ترتبات وتنظيفات سريعة قوي في مطبخة لكل مكان موجود الرخمات بتاعتها والبتجاز والحود والمكان الكوفي اللي احنا شفناه يعني بدقة تعمل كل التنظيفات السريعة لحاجات احنا يعني احنا كل يوم اكيد بنعمل التنظيف ده وحاجات المطبخ والله العظيم ما بتخلص انا عارفة مهما عملنا ومهما نظفنا او البيت عموما لازم كل يوم نعمل حاجات فيه مفيش حاجة بتخلص ربنا يعينكم ويقويكم يا رب ويديكم الصحة بتقدروا ان انتوا تعملوا كل حاجة وتخلوا بيتكم دايما في افضل صورة اللهم امين وتكونوا دايما في افضل حالي احلى امارات في الدنيا بعد ما خلصت كمان كل التنظيفات المطبخ والحمان بدقت تدخل على الغرف الغرفة بتاعتها وغرفة المكتب اللي بدقت تخلي كل حاجة مميزة طبعا الفيو حلوة جدا قلت لكم يا مصرية لكن مكيمة بلجيكا فبدقت بقى ان هي تعمل الستايل المصري مع الدول الاجنبية بجد بيبقى حلوة قوي ودايما بقول لكم النقطة دي من الحاجات اللذيذة قوي لما تبقى سيدة مكيمة برا ولسه محافظة على بعض الاصول والعادات والتقاليد بتاعتنا ده هنا كمان بتقول لنا تركيا بتاعت الحاجات الخشبية اللي موجودة عندنا المحالة اللي احنا بستخدمها في الطبيق والتقليب وكده كل فترة خدوها حطوها في مياه مغلية فيها كاربوناتو او كاربوناتو السوديوم ويخلوها تغلي الفترة وشوفوا طبعا فرق المياه شاسعة جدا حاجات احنا مش بنشوفها لكن لازم نحن نعمل تنظيفات للحاجات الخشبية ديت باستمرار بعد ما بتغلي سبوها شوية طبعا تغلي في الكاربوناتو والمياه وبعدين اغسلوها عادي بالمياه والصابون وسبوها ان هي تنجف وفي سيدات كمان شوفنا افكار بيلمعوها بعد كده بالزيت زيت الزتون او اي زيت عندك ومساحيها كويس هتلاقيها ترجع كمان اللمعة بتاعتها فلازم دي برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نعملها كل فترة عشان نحافظ على صحتنا هنا كمان برضو التنظيفات السريعة للدهون لكل حاجة موجودة عندها حتى الفرد بصرف النظر عن اي منتج انت بستخدميه سواء الحاجات الصنعية او لو انت بستخدم الوصفات الطبعية الكاربوناتو والخل ومالح اللمون والحاجات دي كلها برضو حاول ان انت متركميش الحاجات كتيرة فوق بعض اول باول في دهون او في اي بتصيخ في اي حاجة نطفية على طول يعني شوفوا حتى الاماكن الدايئة جابت الستيكس بتاعت الاظن وبدأت ان هي تنظفها انتو ممكن تلاقوا الموضوع مش مستاهل ان احنا ندور على اقل حاجة ونعملها لكن بجد لو سيبت الحاجة القليلة دي اتمر على مرة حتلاقي ان هي بقت تصعب عليك كاوي ومضطرة ان انت تنظفيها لانها هتضر في حاجات تانية فبالاول كده خلينا اول باول نعمل كل حاجة ونوصل للنتيجة المطلوبة ان شاء الله باسن الله اخر حاجة بقى نختم بها مع بعض تحضيرها كمان لستايل الصفرة بتاعتها بصوا كل حاجة بقى كلاسيك قوي يعني من اول الاساس بتاعها للتحضيرات والاطباق وكل حاجة بتستخدمها جد ما شاء الله عليها مميزة جدا بكل حاجة يارب تكون عجبتكم ويرب كده يسعدها ويسعدكم انتو كمان بحياتكم من احلى امرات في الدنيا وصلنا مع بعض الاخر الفيديو اللي كان مليان بجد من الافكار المميزة لروتين وترتيبات وديكورات وبعض الافكار كمان للمطبخ بتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا ولو بحاجة صغيرة منه بشكركم جدا جدا على حسن المتابعة بما انكم وصلتوا لحد هنا فيبقى الفيديو عجبكم فما تبخلوش عليه باللايك الحل عشان امرات اكتر تشوفوا وتستمتع بكل الجمال للسيدة المصرية اللي كانت معينا النهاردة نتقابل بكرة على خير ان شاء الله فيديو جديد وافكار جديدة اول يوم بقى رمضان ان شاء الله نتقابل بعد الفطار وانتو في افضل حال كده يا رب دعواتي ليكم بقى اول يوم رمضان يا رب استجيب كده هدعلكم كلكم كلكم يا رب يسعدكم ويهنيكم يتمنوا على سوس وان شاء الله كده وتقوم من العملية بالسلامة يتمنى على سومة يا رب تكوني بخير وكمان احلاكاتي يا رب يصبر قلبك يا رب هدعلك دعوات كتير كتير بكرة ان شاء الله في اول يوم رمضان يا رب يتقبل مننا جميعا صيامنا وصلاتنا وكل حاجة انتو بتعملوها نشوفكم على خير الفيديو الجاي اميراتي وسلام